أهلا بكم بالفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كيفية علاج خراج الأسنان بالمرة أو ما يعرف باللبان الدكار عشبة المرة هي أحد أبرز الأعشاب المستخدمة في الطب البديل لما لها من فوائد صحية عديدة ويمكن استخدامها في علاج خراج الأسنان من خلال الآتي نقوم بغلي مقدار مناسب من عشبة المرة في الماء بعد انتهاء الغليان نأخذ مقدار كوب منه ثم نتناول كمية صغيرة مع المضمضة جيدا ثم بسقها في الحوض وذلك يكون لمدات مرتين يوميا يمكن أيضا استخدام زيت المرة عبر وضع كمية مناسبة منه في قطعة قطن ثم يتم به دهان المنطقة المصابة بالخراج لمدة مرتين يوميا ومن بين العلاجات الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها داخل المنزل المضمضة بخل التفاح أو زيت الزعتر أو زيت جوز الهند إلى جانب زيت القرنفل عبر وضع كمية منها في قطعة قطن ومن ثم توضع على منطقة الأسنان المصابة بالخراج علاج خراج الأسنان منزليا بالأعشاب والطب البديل زيت البردقوش يساعد على التخفيف من آلام أسنان الخراج يعمل على محاربة البكتيريا المسببة لهذا الالتهاب يتم استخدامه من خلال تخفيفه عبر خلطه مع زيت آخر ومن ثم نغمس فيه قطعة نظيفة من القطن ونضعها على المنطقة المصابة ونتركها لبضع دقائق ثم ننتظر لمدة عشر دقائق قبل غسل الأسنان للحصول على نتيجة أفضل تكرر العملية من مرتين إلى ثلاث مرات على مدار اليوم زيت الزعتار من أبرز زيوت الطبيعية التي تكافح البكتيريا يتم الاستفادة منها عبر تخفيفه أولا بزيت آخر ثم غمس قطعة من القطن فيه ووضعها على المنطقة المصابة يمكن تخفيفه بالماء ومضمضة الفم به مع تكرار استخدامه لمدة ثلاث مرات يوميا الثوم للثوم دور فعال في مكافحة البكتيريا وتخفيف الألام يتم الاستفادة منه من خلال هرس فصوص الثوم ووضعها على المنطقة المصابة مع التدليك برفقه لبضع دقائق زيت القرنفيل يتم استخدامه عبر خلط بضع قطرات منه في كوب من الماء وشطف الفم به أو من خلال تخفيفه بزيت آخر ودهن المنطقة المصابة به بواسطة قطعة من القطن إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكريب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على سوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر